السلام عليكم معكم دكتور عبد الرحمن نصار النهاردة هنتكلم عن أسباب خلع الأسنان أسباب خلع الأسنان هم ستة أسباب معنا النهاردة هنتكلم عن أول سبب معنا وهو أشهر سبب لخلع الأسنان وهو تسوس الأسنان يبدأ تسوس الأسنان في الجزء الخارجي وهو التربوش للدرس أو السن وبيبدأ يأكل جزء كبير جدا من الدرس أو السن لو المريض مراحش حشد درس بعد كده بنروح للمرحلة التانية هي تسوص جزور الأسنان وللأسف هنا لازم خلع الدرس لأن التسوص واصل للجزور فهنا لازم خلع الدرس تاني سبب معانا هو تآكل جزء كبير من العظم حوالي السنة بمعنى الدرس أو السنة بيكون حواليها عظم الفك سواء الفك العلوي أو الفك السفلي ويكون مسك السنة بأربطة فساعات بيحصل تآكل العظم حوالي السنة لكذا سبب هنقول هما ثلاث أسباب معانا النهاردة أول سبب هو جير الأسنان وتكلمنا قبل كده عن جير الأسنان هيظهر في الآي اللي فوق جير الأسنان بيبدأ يعمل انتهاب في اللسة واحمرار وبعد كده بيبقى فيه وجود دم مع غسيل الأسنان وتكلمنا برضه قبل كده عن لزيف اللسة عند تنظيف الأسنان هيظهر في الآي اللي فوق وبعد كده بيبدأ تراجع اللسة ويبدأ ظهور جزور الأسنان ومع زيادة تراجع اللسة وتأكل العظم هيبدأ خرخلة الأسنان وهنا للأسف هيتم خلع الأسنان السليمة بسبب خرخلة الأسنان ثاني سبب لتأكل العظم حوالين السنة هو مريض السكر مريض السكر يعتبر من أكثر الناس اللي بيحصل لها التهاب اللسة حوالين الجزور وبيظهر جزء كبير من الجزور حوالين السنة وتبدأ بعد كده خرخلة الأسنان وده بيحصل مع مريض السكر اللي هو مش مزبط سكره وإحنا كطباء أسنان أكتر ناس بيتشخص مريض السكر فمننصح أي مريض سكر أنه هو يكون السكر بتاعه مزبوط لمنع خرخالة الأسنان وخلعها ثالث سبب لتأكل العظم حوالين الأسنان هو التدخين أكتر ناس بيحصل لهم التهاب لسة وتراجع لسة حوالين الأسنان هم المدخنون ثالث سبب لخلع الأسنان هو كسر كذور الأسنان مثلا لو حصل حدثة لمريض لقدر الله وحصل كسر للأسنان ووصل الكسر للجذور ساعتها بيتم خلع الأسنان وسبب كمان لو المريض عض على حاجة جمدة ممكن تكسر الدرس وللأسف الكسر ممكن يوصل لجذور الأسنان رابع سبب لخلع الأسنان وهو مريض التقويم أحيانا في بعض الحالات طبيب الأسنان التقويم بيتم خلع سنة معينة ده بتكون ضمن الخطة العلاجية تقويم الأسنان خامس سبب معانا وهو خلع درس العقل اتكلمنا قبل كده عن مشاكل درس العقل هيظهر في الآي اللي فوق درس العقل مدفون وفيه مشكلة بيتم خلع درس العقل سادس سبب معانا وهو خلع أسنان الأطفال يتم خلع الأسنان اللبنية في معاد زهور الأسنان الدائمة أحيانا بيحصل ظهور الأسنان الدائمة خلف الأسنان اللبنية فبيتم خلع الأسنان اللبنية ليتم ظهور الأسنان الدائمة كده وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة واللاعيك للفيديو سلام عليكم